الحياة الكريمة أبعادها وأشكالها متنوعة في محاور كتير جداً يعني اللي شوفناها دلوقتي توفير حياة أدمية وصحية للناس لينا أنا واحد من الناس اللي استفادت بحملة 100 مليون صحة وروحت وحصلت على هذا الكارت الحمد لله سواء فيروسي أو الأمراض المزمنة والسارية وخلافه الناس كتير على مختلف الشرائح الاجتماعية استفادت بحملة 100 مليون صحة اللي هي فعلاً هي لابنة مهمة جداً في مسألة الحياة الكريمة إزاي عايش حياة كريمة وأنا مريض وأنا عندي فيروسي بينهش فيها ومش قادر أشتغل ومش قادر أعول أسرتي فده شكل من أشكال الحياة الكريمة التعليم الصحة الطرق الشوارع التشغيل ميت الشرب النظيفة السقف اللي بيوصول الناس في بيوتها بعد ما كانت متهلكة وبتعيش في أماكن صعبة ما كانش حد بيعرف عنها حاجة دي كلها أشكال من أشكال حياة كريمة فكرة أن يكون فيه وسيلة تواصل ناس تعرف تتواصل مع بعضها تشكل من أشكال الحياة الكريمة فكرة أن القرى البعيدة اللي كانت ناقية دي أنه بيروح المكان ده بيرجع بيته بينقاطع عن العالم لأن آه رب برج محمول مش عارف على بعض قد إيه طيب ولاده في مدارس الولاد دول فترة الدراسة السنة اللي فاتت كانوا بشتغلوا أونلاين طب هم ما عندوش اتصالات أساسا ما فيش نت ما فيش أي حاجة فازاي عياله هيتعلمه فالناس قعدت في هذه الأماكن أكتر من سنة وسنة وشوية الناس دي ما كانتش عارف أتعلم ولادها لأنه ما كانش فيه مدارس والتعليم أونلاين دلوقتي بدأ يبقى فيه توصيل الانترنت لمليون بيت ضمن حياة كريمة الكابلات بتتمد في الأرض زي ما حاركم شافينه بتتشأ عشان توصل الكابلات والانترنت ومش عارف إيه عشان توصل لهذه البيوت اللي حاركم شافينه فيه أماكن وقرى ونجوع نائية وبعيدة وما كانش حد يعرف عنها حاجة فكون إن هو يدخل له النت أساساً أساساً فده إنجاز ده إنجاز حاجة ما كانش بتحصل ده الناس كان فيه ناس بتتمنى بس أن تدخل الكهرباء الكهرباء ما تقطعش مش إن كمان يكون موجود فيه انترنت